الأسد النذر من قيهة الأبقال لما للورد شايل سلاح النار زيفا ودحب بقام وجمع على أنصار ودحب بقام وجمع على أنصار في الكتف يديك وشبع ينصق زيفا ليل في قرق الله فكري والغطام أسد الكتاف السام أسد الملات من اليمن للشام سيفا ليل في قرق الله أنت تستمع إلى جديد بجديد مع ليلة غلارة الرضيعة متواصلين أكيد من خلال برنامج الجديد في الجديد تعرفنا على الجديد الفلك مع دكتور النور أحمد عثمان وممكن كمان الشباب عندهم الجديد وعندهم مساحات كبيرة جدا سواء كانوا داخل أو خارج السودان في الأخير هم شباب سودانيين قدموا ما قدموا في المساحات المختلفة وأزبطوا جدارة السودان كوطن وجدارتهم هم كشباب محمد عثمان بالولا مهندس معدات طبية معيد بكلية الهندسة جامعة عجمال للعلوم والتكنولوجيا غز مهندسة المعدات الطبية سوداني الجنسية حايز على العديد من الجوائز جائزة للمجلس الطبي العالمي جائزة دميز لرياضة العمال وحصل كمان على جائزة خاصة هي الانجازات القياسية لمهندس معدات طبية شاب للعام 2014 جائزة بأقوى 500 شخصية عربية تأثيرا في العالم للعام 2013 والعديد من الجوائز الأخرى إن كان هذا الخبر اترقت ليه العديد من وسائل الإعلام الجدير بالذكر أنه محمد عثمان بالولا المهندس حصل على تكريم خاص جدا من السفير أحمد يوسف سفير جمهورية السودان في دولة الإمارات تكريم للتفوق والتمييز العلمي والإنجازات يوم 26 ستة 2014 وتكريم آخر من الشيخ فيصل بن راشد الخليفة لمشاركته وتمثيله لدولة الإمارات في معرض قصص نجاح من دول مجلس التعاون الخليجي معنا عبر خط الهاتف من دولة الإمارات إمارة عجمان المهندس محمد عثمان بنونا من قليل صباح الخير عليك ورمضان كريم صباح النور يا مرحب فيك وشاشكرك على الصباحة دي وأقول كل سنة وأنتو ضيبين للشعب السوداني كلهم ورمضان كريم وربا إن شاء الله يتقبل منكم عبادتكم وصيامكم إن شاء الله إن شاء الله طيب باشمانتس محمد عثمان بلولة يمكن أنت حصلت على تكريم خاص من السفير أحمد يوسف سفير السودان في دولة الإمارات تكريم التفوق التمييز العلمي والإنجازات يوم 26 ستة حدثنا عن التكريم التكريم اللي هو كان يوم الخميس الفات طبعا كانت مفاجأة طيبة من السعر عن ساعة السفير أحمد يوسف فأعمل إليك مفاجأة طلب من ساعة السفير أنه أجي ألقي كلمة للخريجين لأنه كان فيه طلب الخريجين السودانيين في الجماعة الإماراتية كلها كان من ضمنهم حفل كبير في عبو ظبي فأنا ليس جيت ألقيهم كلمة تحفيزية وعن تجربتك وعن النجازات والاختراعات والحاجات فالحمد لله حفل طبعا كانت كلمة السفير قبلي فأكنات كلمته أشاب به الحمد لله جدا وذكر الانتظار اللي سويته والمجهودات وخلال الكلمة كان لها طبعا خاص جدا وأنا أشكره عبر أسفير راديو الرابعة على الحاجة دي وأنه فعلا يعني حفزتني جدا وهتكون ليه إن شاء الله يعني دافع قوي للاستمرار نعم كمان حدثنا يا باشم الهندس سعن تمثيلك لدولة الإمارات في معرض قصص نجاح من دول مجلسة تعاون الخجوة وتلقيت تكريم آخر من الشيخ فيصل بن راشد عن الخليفة داي ودي سمات اللي هي خلال السنة زين ومثلت الإمارات في قصص نجاح خليدية زي معرض كان مقام في جامعة البحرين تم دعوتي كقصص نجاح من الإمارات والحمد لله أنه قدرت مسل الإمارات بشكل جيد طبعا من السودان وناخر على الزيارة دي قدرت كمان أنه نظمت طبعا عندي حملة خيرية حملة توعوية خيرية قدرت أنه نظمتها لأهلنا السودانيين في البحرين فنظمت يوم وحتى كانت منقولة على قناة الشروك وكان يوم الحمد لله يعني يوم ناجح جدا التقيت فيه بمعظم أهلنا في السودانيين في البحرين نعم طيب محمد عثمان بنولة باحتبارك شاب وحيز على عديد من الجوائز وقدمتها على الاختراع الذي عرفه كل العالم وكل الوطن العربي نصيحة للشباب السوداني حاب تقوله شنو؟ نصيحة أنه أعملوا بصمت وما اتخذتوا العيش شباعة أنه الأخطاع للآخرين كل واحد يعمل بنفسه صحيح يقوله أن الاتحاد قوة لكن اتحاد قدراتنا ومواحدنا هو القوة مش الاتحاد أنه كل واحد فينا يتكل على التاريخ سنصح أنه كل واحد فيهم قد يشوف موهبته شنو يمدع في موهبته اجتماع قدراتنا ومواحدنا مع بعض إن شاء الله بيمتج منه مستقبل أفضل وبنصحهم دائما أنه يعملوا قيصانت في المؤسط المحبط يعني من الناس المحبطين اللي حولهم أنه يعملوا قيصانت وبس يتوكلوا على الله يتوكل على الله ماضي أبدا وبكتر إن شاء الله يعني من تجربتي إنه تصلوا إن شاء الله لأكبر نتائج أكتر من اللي كنتم متوقعين بها متوقعينها بس في حالة إنكم أخلصوا نية نعم أنا شكرا كتير جدا المهندس محمد عثمان بلولة على هذه الاستضافة وإن شاء الله دائما تكون إضافة حقيقية للوطن الحبيب السودان وتمثله خارج السودان إن شاء الله شكرا لك عفوان يا محمد عثمان بلولة مهندس مهندس مهندات الطبية معيد بكلية الهندسة جامعة عجمال للعلوم والتكنولوجيا قسم مهندسة المهندات الطبية وممكن كثير من الناس عرفت بش مهندسة الإنجاز اللي قدموا وحتى على الجوائز اللي هو خدع وهو في الأخير بيظل سوداني الجيسية بيظل بيظل فقر كبير جدا للوطن الحبيب السودان نتمنى إنه كمان الشباب السوداني لقى بساحات كبيرة داخل الوطن اللي هو نقدم الإنجازات داخل الوطن اللي ليس خارجه هلو تواصلين وأكيد رجع لكم من تذيذ خليكم معنا مرر ما توقف قرائي مرر ما توقف قرائي واصل أهلك والحبائي مرر ما توقف قرائي مرر ما توقف قرائي